كابتن الكبير الكابتن بدر رجب نجم النادي الاهلي ومدير الفن القطاع للناشئين لكن أنا بينضملي في هذه الأثناء واحد من أبناء النادي الاهلي اللي عمره متأخر في يوم الأيام على النادي الاهلي تكون موجود في الجهاز الفني الفريق الأول نعم وحاضر تكون موجود في قطاع للناشئين موجود ونعم وحاضر واحد من الأبناء المخلصين وليه بصمة كبيرة جدا كابتن الكبير الكابتن أحمد ناجي مشرف العام على حراس المرمى بقطاع الناشئين بالنادي الاهلي كابتن أحمد ناجي واحد من ولاد النادي الأهلي ما يقدرش يتأخر على نداء النادي الأهلي أنا موجود مع النادي الأهلي في أي وقت وفي أي مكان أنا بتشرف أن أنا موجود يعني منها بدأنا وإليها نعود يعني الحمد لله يعني أنا في منتهى سعادة بالتكليف بالمنصب ده يعني لأنه منصب مهم ومنصب فيه كمية شغلة كبيرة جدا جدا وإحنا إن شاء الله بإذن الله بنأمل أنه يعني يكون الفترة اللي إحنا حنشتغل فيها تكون فيها إنتاج كويس وتكون فيها عمل جدي عايزة نقول لك تحيات للزميل محمد سعيد الكابتن محمد حشيش الدكتور أحمد ده ثابت ووجود الكابتن أحمد ناجي في قطاع النشئين في النادي الأهلي هو إضافة وقيمة كبيرة جدا لقطاع النشئين في النادي الأهلي مسلم طبعا على محمد وعلى كابتن حشيش وعلى الدكتور أحمد وطبعا إحنا سعداء جدا في المرحلة كلها فيها بهجة وفيها سعادة وفيها مكاسب وفيها الحضاشر وكلنا مبسوطين وكلنا سعداء وإن شاء الله اللي جاي يكون أفضل بإذن الله لا ينفعش يكون معا الكابتن أحمد ده ناجي ولازم أتكلم على الدور الوطني للنادي الأهلي وأن النادي الأهلي جزء إلى تجزأ من هذا الوطن ووجوده النهاردة في العيد الثالث والخمسين للقوات الدفاع الجوي أعتقد ده دور مهم جدا للنادي الأهلي كابتن أحمد النادي الأهلي طبعا نادي الوطنية وحلق يا نصر الحرية طبعا النادي الأهلي طول عمره من 1907 ليومنا هذا هو نادي الشعب فمحدش يزعل من كلمة دي لأن كلمة دي حقيقية تماما يعني اللي أسسه النادي الأهلي دي ناس وطنيين مصريين وإلها يومنا هذا كله ماشي على نفس الضرب وكله ماشي على المبادئ والقيم والتطوير وزي ما احنا شايفين كل حاجة ماشي على الميروام وكل حاجة بتسعد كل جماهير النادي الأهلي وكل شعب النادي الأهلي كابتن حشيش بينقلك تحياته وبيقولك احنا مستنيين منك كتير انت أضافة كبيرة لقطاع الناشئين في النادي الأهلي وعايزة تطمم من خلالك على مستقبل حراسة المرمى في النادي الأهلي يا كابتن أحمد وانت معنا الحارس الأمين على شباك النادي الأهلي لا بطمم كابتن حشيش وبطمم كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان ان عمر القطاع الناشئين في النادي الأهلي منضب من المواهب وانا الفترة اللي فاتت شفت مواهب كتير جدا وعرابهم النهاردة كان عندنا اختبارات لسن صغير جدا خمس سنين وست سنين وسبع سنين يعني لقينا حراس عفريط ووجد يعني حاجة جميلة حاجة تفرح وطبعا حراس القطاع يعني نهاردة شفنا ثلاثة حاجة أجسام وحاجة مهارة لا اللي جاي حيكون كويس إن شاء الله أخيرا كابتل أحمد شفت الحداشر إزاي البطولة الحداشر وانت عيشت كتير جدا من البطولات مع النادي الأهلي هي عاملان نصطلانة يعني وانت عارف يعني لا يعني هي كانت صعبة وانا من أول يوم احنا خصيرنا خمسة في سانداونز كتبت على صفحتي وقلت النادي الأهلي بطل أفريقيا والحداشر أهلوية والحمد لله رب العالمين وانا يعني قلت ده مش من فراغ قلت ده لأن احنا أحسن سكوات في القارة عندنا مجلس إدارة هادي جدا ومتزن جدا ويعرف يعمل دوافع للعبين بشكل جيد مفيش انفعلات مفيش ردود أفعال مش محسوبة لا ناس فعلا بتفكر بشكل جيد جدا وده البان شفنا طبعا الدعم والمساندة من كابتل محمود وكل مجلس الإدارة وفروا مناخ يعني يخلي أي حد أنه يبزل أقصى جهده وده اللي حصل بنشكر طبعا اللعيبة وجهزهم الفني وقابلهم مجلس الإدارة وجامهرنا العظيمة المتأكدة أن الفرقة مش هتغزلهم وهي ما غزلتهمش وألف ألف مبروك واللي جاي يكون أفضل إن شاء الله خيرا كابتن أحمد شفت سقة الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي في عودة الكابتن أحمد ناجي لقطاع النشئين في النادي الأهلي وجوده كواحد من أبناء للنادي الأهلي الكابتن يعني من فترة مش قليلة يعني شهرين ثلاثة يعني قعد معايا وقال لا أنا عايز أكتبها موجود في النادي طبعا سامعا وطاعة وكان يعني يعني الكلام بتاعه يعني خلني يعني فيه منتهى السعادة لأنه أنا باعتبر المحطة دي من أهم المحطات يعني يمكن فيه تدريب منتخبات وتدريب بر مصر وتدريب في مصر وطبعا فيه 13 سنة مع النادي الأهلي فيهم إنجازات كبيرة جدا لكن أنا باعتبر أن المحطة دي هتكون من أهم من التحديات اللي أنا بعيشها وإن شاء الله بإذن الله يعني الناس يشوف فيها حاجات حلوة شكرا كابتن أحمد رب ناديك الصحة ونتملك التوفيق مستني منك كتيرا كابتن أحمد شكرا 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 محمد داك اللقاءنا طبعا مع الكابتن أحمد دناجي واحد من رموز والقيمة والقامة اللي طبعا بعودته لقطاع لنشئين النادي الأهلي وجوده في قطاع نشئين بالنادي الأهلي تكلم كلام من القلب وثقة كبيرة جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي ممثلة في الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز محمد سعيد شكرا لك يا فروح